ودها وزير التنمية المحلية محمود شعراوي الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقبية على المحال والأسواق يأتي ذلك للتصدي لمحاولات بعض التجار حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمدربة بالأسعار طلب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتوسع في إقامة معارض ثابتة ومتحركة للسلع الأساسية ومنافذ البيع والشوادر لتوفير السلع بتنميات كبيرة وبأسعار مخفضة تلبية لاحتياجات المواطنين خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك ودعم إقامة التنهيزات والبنية الأساسية اللازمة لإقامة تلك المعارض بدميع المحافظة